موسيقى اهلا من الجميع ومرحبا بكم في درس جديد دروس مادة العلوم الفيزيائية للسنة الثانية باكالوريا علوم جيبية في حيثات اليوم نشوف بعض تعارف فيما يخص درس الموجة الميكانيكية أول شيء ما هي الموجة الميكانيكية الموجة الميكانيكية هي ضاهرة انتشار تشوه في وسط المادة مرين دون انتقال المادة خلال الانتشار ما هل الأمر نقل علينا هو أن الموجة الميكانيكية هي انتشار تشوه دون انتقال المادة مثل سقوط الكرة في الماء كما ترى في شكل جانبه فلحظة سقوط القرة نلاحظ بأن سطح الماء يتشوه ونرى ظهور موجات تنطلق في جميع الاتجاهات وعند السكون تعود جميع الأجسام التي تحركت سابقا تعود إلى مكان استقرارها إذن في التشوه عندنا هو هذا الموجات التي بانت والمادة لم تتحرك لأن الماء بقي في مكانه ما هي خاصيات الموجة الميكانيكية أول شيء هو اتجاه الانتشار اتجاه الانتشار الموجة الميكانيكية يكون من المنبع في جميع الاتجاهات المتاحة وهذاك يسمح لنا بتعريف ثلاث أنواع من الموجات الميكانيكية هناك الموجة وحاديات البعد كما ترى هناك حبل كانت تنائية البعد بحالة لدينا قبيلة سقوط كرة في حوض من الماء وكانت تلاتية البعد تلاتية البعد كالصوت مثلا الذي ينتشر في جميع الاتجاهات الخاصية الثانية وهي انتقال طاق يصاحب انتشار الموجة انتشار للطاق لا انتشار للمادة لأن أخذنا نعرف بأن أثناء انتشار الموجة فإن المادة لا تنتقل هذا هو التعريف ذي الموجة ميكانيكية كما كنتشوفوا في شكل أمامكم هناك يباليكم واحدة سفينة صغيرة ثم لاحظوا مني كتمر الموجة فإن السفينة ترتفع ثم تعود إلى مكان استقرارها دون تغيير المكان يعني كتوقف المكان دياله والتجيس ما تحرك ما تقول ما تحرك يعني ما غادر المكان دياله وبعدها مرور الموج لأن الشي قبل ولا بعد كتباليك سفينة في مكانها خاصية الثالثة وهي تراكب موجتين عند تراكب موجتين ميكانيكيتين تراكب يعني بحالة قوس طيضان فتحتفظ كل منه أنه كان جميع الموجتين بنفس المظهر ونفس السرعة كما كتوب في شكل امامكم ثم تلاحظوا موجه من اليمين ويسار أثناء الاستهدام تتحضوا بحالة قوة الوحدة من بعد كتباليك و تترخش الى اللذين كانت على اليمين كتباليك يسار و يسارضفة الأخرى كتبقى بنفس السرعة و بنفس المظهر للعكس الاستهدام الأجسام المادية لأنه من كل السيارتين كانت من الصحير ونفس المظهر قولي اشتعري في الأخرين وهي موجات المستعراضة والموجات الطولية نقول أن الموجة مستعراضة إذا كانت نقطة وسط الانتشار أثناء مروا للموجة تتحرك في اتجاه عمودي على تجاه انتشار الموجة ثم كما ترى في شكل جانبه فإن الكورية ثم تمر الموجة ثم تلقوا بأن الكورية تسعد ثم تنزيل يعني أن حركة ديلا فهي حركة عمودية بينما حركة الموجة فهي حركة وفقية يعني أن مصار الحركة متعمدة مصار انتشار الموجة واتجاه الحركة حركة الجسم فإنهما متعمدة نقول بأن هذه موجة مستعراضة بعكس ذلك نقول أن الموجة طولية إذا كانت نقطة وسط الانتشار أثناء مرور الموجة تتحرك في تجاه موازن لتجاه انتشار الموجة وهذا الشيء لكي بلكم في الدرس هذا ثم تلاحظوا بأن انتشار أو حركة النقطة B فهي حركة وفقية في نفس تجاه تشوه النابض وهذه نسميها موجة طولية كنت تمنى تكون استفتوا معي في حصة اليوم وعرشتوا بعد تعارف ما يخص الموجة الميكانيكية على أمان تلقى في حصة أخرى وذات جديد من دروس مادة العلوم فيزيائية للسنة الثانية باكالورية علوم جريبية على موقعكم كيزاكو.com